اليوم هو اليوم أجمع رح نشوف اليوم حركة ضخمة للبيتكوين والكريبتو في خلال الـ 24 ساعة القادمة رح تكلم عن السبب ليش وكمان بشكل أهم رح نتكلم عن هذا اليتشارت هذا اليتشارت يوضحنا إلى أين رح تتجه هذه الحركة فاتأكدوا جماعة بأنكم تظلوا معي من بداية إلى نهاية هذا الفيديو مرحبا بكم مرة أخرى اسمي وانصور وقدم لكم فيديوهات عن الأمنات الرقمية كل يوم وأعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس الآن طيب هلو نشوف هنا على البيتكوين على فريم الأربع ساعات حصلنا على انخفاض حصلنا على استمرارية هنا في الهبوط أمس ونزلنا إلى هذا المستوى عند 65980 دولار فيعني هبطنا تحت مستوى 66000 دولار وبعدها من هذه النقطة أقل شيء هنا حصلنا على اعتداد وارتفاع وحاليا نشوف أو نحصل هنا على هذه الحركة الجانبية وأقل شيء نحن الآن فوق هذا الخط البرتقالي عند 66700 دولار طيب ليش حصلنا هنا على هذا الانخفاض في حاليا بعض القلق والتوتر في البيتكوين ليش؟ لأنه أمس شوفنا حوت هنا كان في عنده 8000 بيتكوين وهذه الكمية لم تتحرك منذ خمس سنوات ونص فهذه يعني فترة طويلة جدا فيعني في عنده 8000 بيتكوين وهذا قيمته 535 مليون دولار فأمس حولوا هذه الكمية إلى عدة عنوين أو عدة محافظ بما في ذلك محفظة الباينانس أرسلوا لها 1416 بيتكوين فكان في أمس بعض القلق بخصوص هذا الشيء ولكن هذا مش كل شيء كمان اللي تشوفوه الآن استسلام من المعدنين طبعا هذا الشيء نحن عارفينه لأنه إذا شوفنا هنا على مؤشر الهاش ريبنز هنا على الفريم اليومي خلونا نشوف هنا هذا فتقدروا تشوفوا بأنه نحن الآن في الفترة اللي نشوف فيها المعدنين بدأوا بالاستسلام بمعنى أن هما قاعدين يبيعوا البتكوين تبعهم ويبيعوه بأسرع وقت ممكن علشان يحافظوا هنا على نفسهم وهذا الشيء يتم تأكيده هنا من الأشياء اللي نشوفها على اليتشارت فالمعدنين يبيعوا هنا كميات كبيرة من البتكوين إلى الأوتيسي ديسك وبعد كذا إمن هما يبيعوا هذه إلى المنصات أو ربما إلى المؤسسات مثل بلاك روك وعشان كذا جماعة من هذا ربما يشرح ليش حصلنا أو كان فيه عندنا كميات كبيرة داخلها إلى الاتف في خلال الأسابيع الماضية لأنه المعدنين قاعدين يبيعوا البتكوين إلى الأوتيسي ديسك وهذا علشان ما يتأثر السعر بشكل كبير سواء من البيع أو من إشراء اللي حصل من قبل صناديق الاتف ولكن مع أمر الوقت هذا لسه شكله جيد ولسه أنا أعتقد بأنه البتكوين يعتبر في وضع جيد جدا حتى على الرغم أنه يعني حصلنا هنا على أشياء هبطت سعر البتكوين على المدى القصير طيب ليش راح نحصل على تقلبات كبيرة اليوم؟ في الواقع قبل أن نتكلم عن هذا الشيء في البيتكوين خلونا نتكلم هنا على تشارتات أخرى الإثيريوم هنا في الواقع كمان حصل على هبط آخر أمس وزيما أنتم عرفين جماعة اللي قاعد أقوله منذ أن خسرنا هذا المستوى الخط البرتقالي عند 3674 حصلنا هنا على شمعة حمراء وأنا أتوقع أننا راح نهبط إلى هذا الخط البرتقالي عند 3267 دولار اللي هو مستوى الدعم القادم فمن قاع هذه الشمعة هذا هنا هبط بما يقارب 4% ومن المستوى اللي احنا فيه الآن هذا هبط 7% فإذا حصلنا هنا على هبط آخر في البيتكوين اعتمادنا على التقلبات اللي راح نحصل عليها اليوم ففي هذه الحالة أعتقد بأنه راح يتم الوصول إلى هذا المستوى هنا إذا البيتكوين حصل على هبط آخر فأعتقد بأنه الإيثريوم كمان راح يحصل على هبط إلى هذا المستوى ولكن كمان اللي قاعد أقوله جماعة وهو أنه أعتقد هذه هنا فرصة رائعة جدا للشراء في الإيثريوم في حال حصلنا على هبط إلى هذا المستوى بسبب كل الأشياء اللي على وجهك إنها تحصل الإيثريوم أعتقد بأنه من ناحية الربح المخاطرة هذا يتبر شيء منطقي بأنه الواحد يدخل في صفقة هنا عند هذا المستوى طبعا هذه مش نصيحة مالية أنا فقط أقول لكم إيش اللي أعمله شخصيا وإذا عبطنا إلى هذه المنطقة فطبعا أنا راح أجمع وأدخل هنا في صفقة في الإيثريوم علشان نحصل هنا على ارتداد وارتفاع وهذا كمان يا جماعة تم تقويته من قبل الأشياء اللي راح أوريكم إياها بعد شوية فتذكروا جماعة هذا الشيء راح أدخل هنا في هذا المستوى علشان نحصل على ارتداد وارتفاع ورح أقول لكم لاحقا لاش أعتقد بأنه إحنا ممكن كمان نحصل على ارتداد وارتفاع قوي في حال هبطنا إلى هذا المستوى طيب كمان هيمنة البيتكوين لسه هنا بشكل صحي هيمنة البيتكوين لسه تستمر بالارتفاع فلازم نكون على علم بهذا الشيء كمان بأنه البيتكوين يتغلب على أداء العملات البديلة بشكل عام وبالنسبة للأسواق التقليدية فتقدروا تشوفوا بأنه الأسواق التقليدية حاليا عند أعلى قمة فهذا هنا شيء جيد هذا هنا يعطينا بنزين أكثر للبيتكوين علشان يرتفع وأعتقد بأنه هذه هنا فقط مسألة وقت إلى أن يبدأ البيتكوين بالتغلب على الأسواق التقليدية بعض الأوقات هذا الشيء يحصل في وقت مشابه يعني الاثنين ارتفعوا في نفس الوقت ولكن في بعض الأوقات نجوف الأسواق التقليدية ترتفع والبيتكوين يكون هابط ولكن في العادة هذا هنا يوضحنا بأنه هذه هنا فرصة جيدة لشراء البيتكوين وبعدها في العادة البيتكوين الحق بالأسواق التقليدية بعد كذا طيب ليش اليوم مهم جدا في عندنا جماعة كميات كبيرة من البيانات راح تطلع أول شيء في عندنا الكول انفليشن الشهري والسنوي فهذا هنا راح يتم إطلاقه اليوم وكمان في عندنا معدل التضخم بشكل عام وكمان في عندنا قرار معدل الفائدة من الفيدرالي وكمان التوقعات الاقتصادية من الـ FOMC وكمان بعد كذا راح يكون في عندنا هنا الشيء الكبير وهو المؤتمر الصحفي الفيدرالي وليش هذا مهم؟ لأنه بيانات التضخم اللي راح تطلع اليوم مهمة جدا مكتوب هنا تتوقع كل البنوك الكبرى تقريبا أن يصل التضخم مؤشر الـ CPI إلى 3.4% ولكن الأسواق عندها قصة مختلفة تظهر توقعات السوق حاليا بأنه يوجد فرصة بنسبة 17% بأن يكون معدل التضخم أعلى من 3.4% ارتفاع التضخم أعلى من 3.4% هذا معناه بأن التضخم ارتفع 3 من أصل الأربعة الأشهر الماضية ولكن على الناحية الأخرى يوجد احتمالية 41% بأن التضخم سيكون أقل من 3.4% كل هذا سيكون بينما لدينا اجتماع بنك الاحتياط الفيدرالي لشهر يونيو الذي طال انتظاره بعد ساعات فقط من صدور بيانات التضخم فإيش اللي راح يحصل اليوم؟ بكل وضوح إذا التضخم طلع أعلى من المتوقع فأكيد هذا شيء غير جيد للسوق وإذا التضخم طلع أقل من المتوقع فهذا شيء جيد للسوق لأن السوق بعد كده راح يقول أوه ممكن يحصل تنقيص لمعدل الفائدة وإحنا الآن أردي طبعا بدأنا نشوف ضغوطات كبيرة على الفيدرالي علشان يبدأوا بتنقيص المعدل الفائدة فالعالم كله راح يكون يتفرج على البيانات اللي راح تطلع اليوم والعالم كله راح يكون يراقب ويشوف إيش راح تكون ردة فعل السوق لهذه البيانات وهل في عندنا جماعة بعض البيانات اللي ترسمنا الصورة عن إيفس اللي ممكن نتوقعه؟ اللي عايز بركم يا جماعة هنا تشارت يوضحنا بأنه لما يكون في عندنا ترند هابط وطبعا حصلنا هنا على هذا الترند الهابط إلى اليوم فإحنا أردي طبعا هابطنا هنا بما يقارب خلونا نشوف 8% واليوم راح يكون في عندنا كل هذه البيانات اللي راح يتم إطلاقها فخلوا هذا في بالكم ولكن في وقت أو بعد اجتماع الـ FOMC وبعد كل هذا في العادة نحصل على ارتداد تقدروا تشوفوا هنا في هذا كان بداية 2024 بوم حصلنا على ارتفاع وهنا كمان تقدروا تشوفوا كنا ماشيين في هذا الترند الهابط وحصلنا على ارتداد وارتفاع كبير هنا كمان تقدروا تشوفوا في هذه النقطة كنا ماشيين في هذا الترند الهابط وبعد الاجتماع بوم ارتفاع كبير فهذا التشارت هنا يوضحنا بأنه مؤخرا وبالذات لما يكون في عندنا ترند هابط قبل الاجتماع نفس الشيء اللي حصلنا عليه ففي العادة نحصل أو نميل بأنه نحصل على ارتفاع بعد اطلاق هذه البيانات فالمنطق وراء هذا التحليل هنا بأنه الناس أريد يكونوا خلاص قد باعوا وبالذات إذا شفنا التضخم يطلع بأقل من المتوقع فأتوقح يا جماعة بأنه نحن ممكن نكسر هنا مستوى 72 ألف دولار بشكل سريع جدا في هذه الحالة فأخذونا يا جماعة مراقبين لهذه الأشياء هنا في السوق يوم مهم جدا ورح نشوف يا جماعة إيش اللي راح يطلع اكتبوا لي يا جماعة إيش اللي ستتوقعوه تحت في صندوق الوصف هذا كل شيء ندريكم اليوم بالتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر